اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جيت يا جماعة بمجتمع ذكوري بعد سنة سبناهات فرحة العيل وتعالت الضحكات هيو ايجا الذكر يلي رح يحقق لنا الامنيات هيو ايجا يلي رايحي اني نسند عليه بها الوقعات ولكن اسمعوا بعدها شوصى بالكلمات فرحة والله المهم فرحوا وجاي هالولد بديوا يحقق الامال ويعني ويشيلهم من الهم يعني ثلاث اشهر دامت الفرحة بعد ثلاث شهور بيكتشفوا بانه هذا الولد اللي كل الناس بتتغنى بجمال عيني يعني العينين يعني نقولك مكهوفات بيشوف انش يعني الولد كفيف كله اكتشفوا اني يعني نقولك كفيف يعني نقولك حاولوا يعملوا لي عمليات عملوا لي عمليات في مستشفى الشيخ جراح يعني لكن ظليت مشوفش يعني والدكات رح اكوا يعني نقولك يعني منتأمل يتحسى النظر ولكن الطب مش رح يعمل اشي جاز المهم يعني اتحملوا خلينا نحكي وصبروا بعد ما صرت احكي بيكتشفوا كمان مشكلة بانه هذا الولد بيحكيش يا السلاف لا بيشو هلا بيحكي والله عزمة يعني نقولك واحد يعني نقولك يسلد عليه جاز ادقرت مش مشكلة اه لاز المهم شو بدنا نسوي فيها الولد احنا يعني نقولك انبسطنا عليه عشان يعني نقولك الواحد يعتمد عليه يعني صار بده ينعان جبناك يا عبد المعين فكر شو بدنا نسوي فيها الولد شو رح يكون مستقبله يعني هل رح يكون يعني عرصيف في الشارع ولا كيف بده يتعلم ولا شو يعني نقولك ايش نعمل يعني المهم توصلوا لا يعني احدى المدارس الداخلية في رام الله اللي هي كانت للمكوفين والكفيفات اللي هي يعني نقولك مدرسة القبص من وجه للتحية يعني طلعت من الخليل على رام الله عمري اربع سنين طبعا بشوفش ما زلت يعني خشيت شوية بحالة نفسية بانه يعني نقولك يعني بعيد عن بيتك وعن جايلتك وعن خواتك واخوتك فانه يعني توصلت لحالة نفسية بانه ليش مبعديني عنهم يعني صغير ما كنت افهم انه عشان ما اصلحت وكذا يعني من لما يعني تكلمني يعني الوالده على التلفون واللي اشوفه يا رجلت احكي لها انتم مبعديني عنكو عشان نمريض عشان نمريض عشان نمعاقب تكوش اياني والله مشت الايام اه يعني هادرس شوي كانت صعبة طبعا لانها مختلطة بين المهنات والولاد يعني خلينا نقول نوعا ما حرية الولاد كانت معقدة بسبب انها المدرسة شوي متدينة ممنوعة تصيب البنت ممنوعة العماء على البنت ممنوعة 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 اكرهت اشي اسمه بنات على وجه الارض اكرهتهم اكرهت انو يعني انا اقول لك بنحكيهم مش مستحن من كن كلكن المهم يعني من لما تكون مقيد وانت بكون حلمك يعني اقول لك انك يعني تروح وتجري وتلعب بس مش اكثر يعني جائز المهم مرت يعني السنين بعد اطناعشر سنة يعني والموقف هذا ركزه فيه منيح لو سمحته شوي بعد اطناعشر سنة يعني في البيت كنت انا يعني بفتح عيوني بعد اطناعشر ثاني شفت يعني وتلقائي ولأجل الصدفة يعني مش مرتب للمشهد كنت لدرامي طبعا يا الله دي قردت هيك ربنا بده انا بخصنيش يعني لأجل الصدفة قدام المرافض تحت ايه يعني واحد بيعمل نفس الحركات اه يعني اللي انا اقول حاسس فيها بدون يعني اقول بكون عارف يعني لابس نفس اللبس اللي انا حاسه طبعا مش عارف حالي الحمد لله رب العالمين من كثر الذكاء مش عارف حالي جائز المهم يعني صرخ مرعوب خايف مين القدامي يعني شغلي يعني اقولك يعني هجت موقف عم برقش عشته يعني بيفزعوا علي الاهل شو مالك شو فيه يعني يا الله اطحكت لهم واحد هيك هيك بعمل قدامي ولا شو يعني شايفوا قالوا لي انت بتشوف احيي على السؤال يعني انا محتار ومش عارف حالي يعني اقول عارف اذا شبت ولا لا انا يعني انداري يعني المهم اكتشفوا بانه يعني اقولك بيرجع للنظر يعني اقولك بالتدريج عماله بيرجع للنظر يعني اقولك تعلموني طبعا لسه الاشكال والالوان وكو يعني اعكي لك يعني والشغلات هاي كلها يعني وكأنك مولود من بطن يعني يعني هدقرت امك حتى الهمزة هاد معاي شوي يعني وكأنك مولود وعمرك اثنعشر سنين يعني المهم يعني اعكي لك راحة الايام مشت الايام انتقلت من رماله على يعني اعكي لك المدرسة العلاقية في بيت لحم هون يعني المدرسة هذ الميزة اللي فيها كانت بانها مش مختلطة كانت يعني الذكور بس يعني واحد مقيد من البنات وتصرفات البنات وممنوع تخرف البنات راح انطلق على الذكور عجبت عليهم طبعا انسقلت شخصيتي بلشت تقوى يعني في ذلك الفترة يعني اتعرفت على حالي في الزجل الشعبي كمان يعني يعني تركب كلام بعدين جمل بعدين توصف يعني ولسه مبتدأ كنت في الزجل طبعا يعني نهيت مرحلة الاعدادية في بيت لحم وفي المرحلة يعني الثانوية اللي هي من الصف العاش اللي التوجيه روحت عدهورة اللي هي مسقط رأسي وكنت مبسوطة كثير طبعا انك مروع على البلد اللي انولدت فيها مش اتربيت فيها اللي انولدت فيها ويعني بدك تصير مثلا تروح على يعني يعني بتطلع الصبح وتروح الظهر يعني اقولك مش مضطرة تغيب يعني شهور عن البيت مش مضطرة تطلع على البيت من بعيد من السيارة عبين ما يخطف لانك بتاعي شوينت راح تشوفه آآ يعني مبسوطة كثير ولكن اتفاجأت في شغلي في المجتمع بانه المجتمع ما تقبل حالتي يعني يعني هقولك الطلاب ما كانوا واعيين يعني اللي يحكي مثلا اعمال اللي يحكي بيعرفش يحكي آآ يعني كنت في هذه الفترة ما كانت عند القوة بصراحة بانه يعني يعني اقولك انت بدك ترد على مجتمع كامل وانت لحالك مشكلة انه يعني بتسمع مسبتك في ذانك وبتسكت يعني لكن يعني حكيت هذا الكلام ما بزبط بالدبيل للناس شو يعني اللي بيحكوا عن نعمة يعني بعمل واللي بعرفش يحكي راح يحكي عنهم كلهم آآ يعني يعني اللي بنطلع على ذاعة كنا طبعا المدرسية يعني نغني مرة مرة نقرق قرآن يعني خلطتها كلها في بعضها مشان اتفرج للناس مين انت بس آآ يعني اقولك يعني الناس اتقبلتني والناس انبسطت على هالكلام يعني والناس هي اللي صارت تطلب انه بعرب يطلع طبعا ما كنتش ابو عرب لسه عبدالله جهاز المهم آآ يعني يعني واجهتنا اخرى مشكلة اللي هي يعني في جوة بيتنا طبعا بانه يعني عمالك عايش في بيت ما بتعرفش عنه آآ مش مت يعني نقولك متربي معهم مش متعود على العادات والتقاليد المقدسة طبعا اللي بيعتبروها الدين تباحه آآ يعني نقوله واجهت صعوبة ووالدي يعني الله يوجه له الخير ويسامحه يعني نقولك ما كان عنده يعني الاسلوب مثلا يحكي لك يا ابا هيك عيشتنا وكذا كذا كذا آآ يعني اقول يعني احكي لك يعني اقولك يعني هو بده يجيبني على عيشتهم كان يعني بيوم وليلة وعن طريق العنف والصوت وسوي وعمل ولكن على الفاوي يعني اقولك يعني من لما يوصل عمرك ستة عشر ثانية تاس مش ممكن تجمع هذا المهم ما وصلنا للتوجيهة وفي التوجيهة واجهتني مشكلة باني يعني اقولك حتى لو ظليت تشوف يعني اقولك ما زل تقرأ على بريل اللي هو يعني اللي بيقرأ يعني اللي بيقرأ على الماكوفين آآ يعني اتوجهت للتربية بطلب يعني ليش لانهم يعني يحطوا ناس يكتب لك في امتحان التوجيهة كانوا ولكن لما بتكون عندك المشكلة بانك يعني بتقدرش تكتب وفي نفس الوقت بتقدرش تحكي اعطيك العافية مش راح تقدم امتحان يعني توجهت للتربية بطلب يعني بانه يعني اتقدم لامتحان التوجيهة على على بريل تبعي آآ يعني اقولك ما وافقوا على الفكرة وافقوا عليها بعد يعني احكي لك ما يعني جرينا كثير وراهم آآ يعني وحكولي راح نجرب القانون فيك طبعا راح تقدم عبريل كأول واحد عمستوى الوطن في الضفة وغزة يعني وراح يتجرب فيك القانون يعني اذا بتنجح يعني القانون بتطبق على اللي بعدك كلهم ما بتنجح ما حدا شاف حدا يعني اتحديت نوعا ما في هذه الشغلة ونجحت ويعني معدل عالي الحمد لله واتطبق القانون ويعني حصلت عمنحة في اي جامعة بدي اياها يعني وهان الورطة يا جماعة يعني يعني اقولك الكارثة الجديدة الحمد لله رب العالمين خلصنا يعني يعني التوجيه رحنا منه بدنا نخش على الجامعة يعني هبوي الله يهديه قال لي بدك تدرس دين عشان نعمة قال لك من الجامعة للجامعة وخلصنا ايه يا اخي تيار الله يهديك يعني مش يعني الطموح الواحد بيفكر شيء جاز هو بده الدين كان وانا كنت افكر بموسيقى يعني يعني اقرى بعض يعني اقول مش بعادي كثير دين موسيقى دين موسيقى لحمنا بعض جاز المهم يعني اقولك لا حصلت على الدين ولا حصلت على الموسيقى روحت اخر شيء يعني يعني تأخرنا في التزيير روحت عجامعة زال ما بتدقر معي جامعة بيرزيت دايما هل بيرزيت مشكلة معي جاز روحت عالجامعة سجلت اعلام طبعا عشان اطلع على التلفزيون احكي لكم نشرت الاخبار خمس دقائق بدي اقول فيها يوم كامل خشيت الجامعة يا جماعة بعرفش ولا بني ادم يعني خشيت الجامعة هيك زي اليوم بعرفش ولا بني ادم يعني يعني فكرت فيها يعني اقولك انت في مجتمع لازم تتعرف عناس لازم تخرج من حالتك الانفصام بتاعك اه يعني تكون مع الناس وبين الناس وللناس اه يعني المهم يعني يعني اقولك افكر كيف بدي ادخل فيهم اشوف الشباب والصبايا واكفين مثلا تلاقين روحوا تخشيتوا يؤسس السلام عليكم اقعد نص ساعة بالسلام ايه يعني صيروا هالشباب يضحكوا يضحكوا يعني في نفس الوقت اضحك معهم ايه يعني شو يا زم حيرتم يعني يعني الصوت يسكت طبعا ما اسمعش ولا ضحكة يتفاجأوا يحكوا لي يا زلم احنا بنضحك عليك وانت عشو بتضحك دخيل اوه يا جماعة بتضحكوا علي انا بنضحك علي معكم وان طب شو هالبني ادم اللي بضحك حاله هل انه يعني لو مصخرة مذلا يعني اقولك ولا شو هالقوة اللي عنده اللي يقدر يضحك حاله يعني اقولك مش مصخرة كانت بالعكس هي كانت قوة بانه تحكي للناس بانك مقتنع في حالك شو ما انت وبانه هين يا ناس يا ست حطيت علامة استفهام قد الناس من هذا البني ادم يعني بيلحقوني كانوا وبيعرفوا شو انا يعني الحمد لله رب العالمين يعني في جامعتي اليوم وعا مستوى الوطن وعا مستوى بتقدر تقول عالمي كمان اليوم معروف ابو عرب يعني اقولك حصلت علاقب ابو عرب نسبة لشاعر الثورة هو اللي اعطاني واي يا لاي لاي يا ولو حصلت علاقب شاعر الثورة هو عرب الف رحمي ار روح وروح لرحم طلاب اصطايا دمت بذاكرتي وين كنت وبحالي شو صار من تغيير اذ ذكرت لما كنت احكي لوالدي انتي ما بتحبيني لاني معاق وانا صغير تفاجأت اني كنت اطعن بقلبها سكاكين او كانت تسكت رغم انو الالم والوجع بقلبها حازيين قررت اكون لحقوقها من المسددين او اكون لقضايا المرأة من الواقفين وعن قضاياها من الحاكين نظمت الكلام او دمجت التلاحين انت احكي هاي المساواة ما في ذكر وان سالاثنيان مع بعض متفاهمي ترجمة نانسي قنقر